الموضوع شائق جدا ويحمل في طياته رسائل موجهة لناس معينة وكلام ما تقالش قبل كده في رسالة لشعب قطر ورسالة لمتابعين عبدالله الشريف وصدقني كمال لما أقولك أن عمر المختار اللي يرحمه له علاقة قوية بالموضوع السلام عليكم موضوعنا النهاردة شائق حبتين ولكنه يحتاج الدراسة والتأمل من الطبيعي أن علشان أتقبل معلومة أو نصيحة من حد لازم الحد اللي بيقولني النصيحة أو المعلومة دي يكون مؤهل أنه يلقي نصيحة أو معلومة بمعنى أدقة هو أنا ممكن أقبل نصيحة أو معلومة من شخص غير زي ثقة أو غير أهل للنصح وللمعلومة أقبل المعلومة من شخص فاقد للعدالة وللمرؤة من حوالي 6 شهور كان لها مع عبدالله الشريف حدوتة يمكن معظمكم عارفينها مش عايزين نعيد الماضي بس عايزين نستقلص درس من هذا الماضي خصوصا بعد ما ظهرت البنت اللي اسمها ريم وغوة اللي حصل بينها وبين عبدالله الشريف في قطر وبالمناسبة عبدالله الشريف لو كانت ريم بتتبلع عليه أو بتتجنى عليه أو بتفتري عليه فهو ممكن بكل بساطة يرفع عليها قضية تشهير بس هو مش هيقدر يعمل كده زي ما مقدرش أنه هو يرد المباهلة لما أنا بهلته عبدالله أكبر من كده عبدالله آخره يطلع يهارتله ويجدب أو يسكت علشان الموضوع يتنسي وياريته كان سكت علشان الموضوع يتنسي لما أنا فضحت ولكن بغباءه طلع وعمل حلقتين ورا بعض فالأول مرة في تاريخ عبدالله الشريف بعد ما يعمل حلقة يوم الخميس العبدالله اضطروا أنه يعمل حلقة تانية يوم الجمعة وحلقة تالتة يوم السبت ولكن مع مرور الأيام حزف الحلقتين اللي رض فيهم علي لما ظهر فيهم من الأكاذيب والتدليس وأصدقاء وهم نفسهم فضحوه الحمد لله إحنا جمدين قوي ومعلمين على كلاب أهل النار بالجامد قوي ريم دي اللي طلعت مع عمرة أديب هي الأميرة الأندلسية اللي كنت زعت تسريباتها كاملة قبل أسبوع ما زعت تسريبات البنت التانية القزعة عشان بس إيه ما نتلخبطش وعلشان نبقى فاكرين وفاهمين كويس تعالوا بقى نقول الكلام اللي ما تقلش ونسأل هي البنت اللي اسمها ريم دي وغيرها إيه سر تعلقهم وقوعهم في حب عبدالله الشريف تلك هي المسألة يا سادة والإجابة بكل بساطة إن عبدالله الشريف في أسلوب الثوري النضالي البطولي وكلامه المزلزل في حلقاته بقى أيقونة عند أصحاب الحس المرهف كلنا عارفين إن البنات المراهقات وحتى الستات الأكثر ندوجا بتبقى عاطفتهم تجاه الجنس الآخر مرتبطة بعدة عوامل منها افتتانهم بالصفات البطولية للراجل عبدالله الشريف قدم نفسه للجمهور العربي على إنه أيقونة على إنه مناضل في سبيل المظلومين والمتهضين ولإنه شاطر في الشاعر نوعا ما كلامه المنمك والمقفى بيعمل تأثير قوي وخصوصا لمؤرزة عند الستات ريم البنت اللي طلعت مع عبدالله الشريف وقالت قصتها معاه زيها زي بنات كتير اتفتنوا بعبدالله الشريف وأنا شخصيا عارف حكايات كتير وجات لي ناس وكلمتني وبعتت لي محادسات وبعتت لي صعور وبعتت لي بويسات بس أنا قررت إن الموضوع يتوقف عند الشخصيتين اللي تكلمنا عليهم قبل كده وهي الأميرة الأندلسية والأزعة قلت الموضوع مش هيشتغل في فلك فضايح عبدالله الشريف وبس وكلها فضايح جنسية اللي عنده فضايح من نوع تاني ياريت يبعت هالي لكن جنسية خلاص أنا شخصيا استكفيت لإنه اللي ما أثرش فيه الفضاحتين بتوع عبدالله الشريف ولسه ماشي وراه بيسمع كلامه فده ربنا ختم على قلبه واستحال إن ربنا حينور بصيرته في يوم من الأيام اللي ربنا نور بصيرته وفهم اللعبة وفهم إن ده كذاب ومدلس أهلا وسهلا بيه وبالمناسبة عرفت آلاف من اللي بالفعل غيروا رأيهم في الشخص ده المهم إن البنات دول أو الستات دول عبدالله الشريف أوهمهم إنه مناضل وإنه ثوري مستغلا طبعا لسزاجتهم فوقعوا في فخ الفتنة بعبدالله الشريف هو ما كان من عبدالله الشريف اللي إنه استغل سزاجتهم للآخر ومارس معاهم أو مع بعضهم غايته اللقيمة عبدالله الشريف اللي محمد أنديل كشف كتبه وكشف وسخته وكشف حقارته وطلعت له قصتين من قصص تلعبه بالبنات والسيدات اتعمدت إنه أعرض الأدلة اللي معايا بالتزامن مع آخر حلقة له في الموسم الماضي الحلقة اللي كان عنوانها سيدي عمر واللي خصص فيها جزء كبير للتكلم عن مناقب المناضل الراحل عمر المختار عليه رحمة الله وهنا تكمن المفارقة أيها السادة وهي إن عبدالله الشريف بيتكلم عن شيخ المناضلين عمر المختار عمر المختار اللي لما أحمد شوقي عمل قصيدة غثاء بعد أدامه وصف نضال عمر المختار ببيتين في القصيدة بتوصف حكايتنا مع عبدالله الشريف البيتين بيقولوا خيرت فاخترت المبيت على الطوع لم تبني جاهن أو تلم ثراء إن البطولة أن تموت من الضمى ليس البطولة أن تعب الماء الكلام واضح جدا البطولة هي إنك تموت من العطش مش تستمتع بالماء البطولة ما بتتضمنش كنز المال وغفاهية وده اللي عمل عمر المختار ولكن عبدالله الشريف عايش حياة مرفاهة جدا في قطر بيقابل بنات في فنادق الدوحة ومقضيها سرمحة والسؤال اللي بوجهه لمتابعين عبدالله الشريف هو هل عبدالله الشريف في الحالة دي مؤهل إنه يعظكم بكلامه الناري مش من باب أولى إنه يكون شخص صاحب نضال ومروءة ومعاناة علشان تسمحوا نفسكم بمتابعته واستلهام معاني الثورة والنضال منه فاقد الشيء لا يعطيه أيها السادة فاقد الشيء لا يعطيه وإذا كان حد منكم لسه متشكت بخصوص موضوع عبدالله الشريف وإن دي حاملة مغارضة الهدف منها ضرب مصداقية هذا رجل المناضل الشريف أحب أفكركم بدليل صغير قد كده أحب أفكركم بعبدالله الشريف اللي في الصورة اليمين اللي طالع في حلقة إضافية استثنائية بعد ما كان قال إن حلقته عمر المختار هي الحلقة النهائية في الموسم الماضي وإنه حيتوقف لمدة شهر طالع بحلقة علشان يدعي إنه الموضوع ده كله كان مقلب هو عامله في محمد أنديل وإن التليفون السامسونج اللي في إيده ده هو التليفون اللي استعمله في عمل المقلب فيه ولما ردت عليه بالحجة والدليل والبرهان وعريته أكتر ما هو متعري طالع في حلقة تانية في بس مباشر في يوم تاني هي الصورة اللي على الشمال طالع مرتبك وحالته بلويل وقعدي خبط في الكلام هو مسك في إيده تليفون ماركة أوبو واخدين بالكم أوبو مش سامسونج مع إنه سبق وقال إنه عمل فيه المقلب ده من تليفون سامسونج ربك عايز يفضحه سبحانه وتعالي عبدالله لو متأكد إن الكلام ده مش حقيقي وإن إحنا بنتهمه بالباطل فهو يقدر يرفع علي قضية وكمان يقدر يرفع على ريم قضية هريم اللي تكلمت على حاجات خاصة جدا واللي تكلمت على حياته الشخصية وعلى علامات في عربيته وعلى علامات وتصرفاته هو بيعملها محدش عرفها غير مراته وأهله وأقرب الناس ليه لو هو شايف إنه يا كدابة يقدر يرفع عليها قضية في بلدها وده تحدي لعبدالله الشريف غير كده عبدالله الشريف كان قال في حلقة الجمعة اللي عملها بعد يوم الخميس اللي عمل فيه حلقة عمر المختار إن مراته قاعدة بتاكل في شعره وبتتفرج عليه ومستمتعة بالمقلب اللي حصل ده يعني مراته كانت عارفة المقلب اللي هو عامله فيه وإنها راضي على كل اللي بيحصل ده ومبسوطة ومنشاكحة كمان يقوم في حلقة اللايف يفضح نفسه ويفضح مراته ويقول لك أن عايز رد اعتبار قدام مراتي شوفوا بقى أنا ردت علي الزال ده بالإضافة إنه كان قد 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 عرقانه وقد قد قد لا يعرف يرد عبدالله يطلب رد اعتبار لزوجته والأهله، والصحابه، والمعارفه، والناسه، ولاد منطقته وأنا أ теперь я хочу رد أعتبار أحادي أعتبار قدام مرأتي وأحادي أعتبار قدام أهلي وأحيي اعتبار قدام أهلي حتتي أحادي أعتبار على السوشيال ميديا بالشكل الذي تر probable لكن من الآخر أريد أعتبار حقي يجيلي هو انت يا عبدالله مش في الحلقة اللي قبلها اللي انت حزفتها قلت ان مراتك عارفة كل اللي بيحصل دوم وفقك عليه وان هي قادة بتاكل فشارة طب انت عايز ردع تبارق قدامها ليه؟ حقا مرات اللي هدفت وقلت عندها يعيني كانسر في المخ عشان تتاجروا بيها قادة دلوقتي بتاكل فشارة وبتتفرج وبتضحك عليها ما خلاص ما الست معاكم ومتوعاكم وتفرج عليكم وانت بتكتب الشات السيكس وانت بتصور نفسك دي مجرد ادلة حبيت ان انا عيد سردها قدامكم يا متابعين عبدالله الشريف علشان اثبت لكم ان البنت اللي اسمها ريم اللي طلعت مع عمرة اديب هي مجرد نموذج لضحايا عبدالله الشريف من بنات العرب بنات العرب اللي بيتفتنوا بيه بيعتقدوا انه بطل ومناضل دول حلقتين فيهم رد عليه بمزيد من الادلة والبراهين اللي بذبت فيها كذبه وتدليسه وعدم رقته وعدم رجلته وان عبدالله الشريف كمان كان عنده علاقة تانية اقسى من علاقته مع ريم مع بنت تانية في نص عمره او اقل عبدالله الشريف اللي كان بيطلع على المنابر وعبدالله الشريف اللي بيعتبر ان وجود اللحية بيتغتب عليها وجوب احترام النفس والذات ولكن انا على سبيل المثال انا رجل بلحية ماينفعش بقاعد في الشارع ابص على ست الراحة واللي جاية لو عايز تبص على ست الراحة واللي جاية احلق ده انا قدرك يا اخ وده كلامه والله ده كلام ايقونتكم هو اللي قال كده على نفسه بنفس ذات نفسه يا ليه احترامها ولو انت عايز تبص الواحد احلقها يا اخي ده قدرك بينما هو مقضيها مع بنات الناس وبيتلعب بعرضهم ازاي ممكن تصدقوا كلام عبدالله الشريف وهو فائد للاهلية وفائد للمرؤة ازاي ممكن يكون مصدر معلومات موثوق بالنسبة لكم بينما هو فاقد للمرؤة ومحدش يقولي بقى ان دي حياته الشخصية وهو حق فيها لا يا سيدي مش حق طالما بيدعي نصرة المظلوم والنضال يبقى لازم يعيش عيشة المناضلين مش يقضيها في فنادق الدوحة وعلى سيرة الدوحة بقى رسالة مختصرة للشعب القطري وجود عبدالله الشريف بسلوكه ده في بلدكم معلش لما اخذرهم معاني كتير مش حلوة في حقكم ولا في حق موقتكم وزا كنتوا فاكرين ان عبدالله الشريف مناضل ومظلومه بلدكم بتأويه فانا بطالبكم يا شعب قطر انكم تتحروا عن عبدالله الشريف وعن تحركاته في بلدكم شوفوا راح فين وقابل مين وتمشى مع مين شوفوا الفندق اللي ذكرته ريمي اللي في الدوحة شوفوا سجلات الحاجز اللي فيه راجوا على كاميرات الفندق وشوفوا عبدالله الشريف يتقدد عليه كم مرة وقابل مين فيه منظركم بصراحة بقى وحش قوي وما افتكرش انكم راضيين بدأ على نفسكم مظنش انكم راضيين ان بلدكم تأوي الاشكال دي الاشكال الفجرة اللي مستعدة ان هي التاجر بأعراض الستات والبنات وتفضحهم احنا تعودنا على الفجور من قطر في المعادات السياسية والاعلامية فبلاش كمان تبقى قطر فاجرة في حاجات تانية وما فيش داعي دلوقتي ان احنا نفتح قصة قسامة فوزي وسعود الثاني وجماله عيان الخلاصة فاقد الشيء لا يعطيه ايها السادة واللي بيحب يتابع عبدالله الشريف يتابعه بس خليك دايما فاكر ان الفاجر بيبقى فاجر في كل حاجة وعبدالله الشريف فاجر بالخصومة مع بلده وفاجر كمان في حاجات تانية هوضحناها لكم في الفيديو ده واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته